السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في حلقة جديدة. النهاردة معنا اداة جبارة جدا في تسريع الالعاب والبرامج وكل حاجة انت بتستخدمها على الجهاز. اداة حجمها لا يتخطى الاربعة ميجا لكن وظيفتها جبارة جدا. يتديك اعلى سرعة للالعاب واعلى سرعة للتطبيقات واعلى سرعة للبرامج اللي انت بتستخدمها سواء الجرافيك او حتى محاكي اندرويد. زي ما زي ما انا فتح قدامكم كده اللي هو لعب البابجي على محاكي اندرويد. مفروض انها تشتغل عرامات تمانية. انا مشغل عرامات اربعة دلوقتي. ومن خلال الاداة اللي انا فتحها قدامكم دي. كل اللي عليك هتلاقي فيه رابط موجود تحت الفيديو. هتخش عليه. وتحمل من رابط مباشر لتحميل الاداة. بعد ما تحملها تنزلك على الجهاز بالشكل ده كده. هتبدأ تسطبها. وتسطبها سهل جدا. هتختار اكسيبت وتكمل لحد النهاية. وفي النهاية تطلع لك التطبيق او البرنامج على الديسكتوب بالشكل ده كده. بعد ما تفتحه هيفتح معك القائمة دي زي ما انت شايف كده. القائمة اللي عليمين هتلاقيها فاضية. والقائمة اللي على الشمال هي البرامج والالعاب اللي انت بشغالها على الجهاز في الوقت الحالي. انا حاليا دلوقتي مشغل محاكي اندرويد. والمحاكي ده مشغل عليه لعب البابجي. فانا عاوز اخليها تاخد اعلى اداء واعلى سرعة. فروح جاي معلم على اسمها. على اسم المحاكي نفسه كده. وروح على السهم ده ينقلها لي في القائمة دي. طالما تواجدت في القائمة دي يبقى هتاخد اعلى كفاءة واعلى سرعة. يمكن تلات اضعاف السرعة العادية. اللي انت بتشتغالها على جهازك العادي. ولو عندك برامج تانية اي برامج حتى لو عندك برنامج مسلا البرنامج اوفيس تقيل معاك برنامج جوه الكرون تقيل معاك. اي برامج بتستخدمها على جهازك وراماتك قليلة. فتقدر تدخلها القائمة دي وتاخد اعلى كفاءة لها واعلى سرعة لها. عندك لعبة بطيئة على جهازك برضو بنفس الحكاية. تشغل اللعبة الاول. هتظهر لك في القائمة دي. اطرح دايس هنا تظهر لك في القائمة التانية اللي جنبها على اليمين. معنى كده انه اللعبة او التطبيق او البرنامج اللي انت حطته في النحية التانية دي. خد كل موارد الجهاز من كرات البروستر كلها بالكامل. وكفاءته. والرامات الموجودة في الجهاز. كل موارد الجهاز راحت للعبة او للبرنامج اللي انت بتستخدمه. وهي دي طريقة اه تلي بيشتغل بيها او الاستراتيجية اللي شغالها بيها الادة دي. فاحنا دلوقتي عشان نوصل لاعلى كفاءة. نسطى بالتطبيق. ويظهر لنا على ديس كتوب بالشكل ده كده. نفتحه. بعد ما يفتح. هنسيبه مفتوح زي ما هو كده. ونخش على اللعبة او البرنامج اللي احنا هنشغلها. وشغلنا بالشكل ده كده. فاختار اسمه. واضغط على السهم ده يظهر لهنا. ده كل اللي انت هتعمله. انا دلوقتي فتح قدامكم وهي اللعبة بابجي. مفروض بتشتغل على اه رامات اعلى من كده. وعلى اه موارد جهاز اعلى من كده. لكن بفضل الادة زبطت معي واشتغلت بالشكل انت شايفه قدامك ده. انا دلوقتي مستني اخش تيم عشان اقريكم نبدأ الجيم ووريكم سرعة اللعبة وكفائتها في التشغيل. بفضل الادة. وبفضل ان انت كمان خصصت كل موارد الكمبيوتر بالكامل. عشان بتبقى شغالة على قد اللعبة او التطبيق او البرنامج اللي انت بتستخدمه. يعني دي كانت حلقة بسيطة وكانت مهمة جدا لكل الناس اللي بتستخدموا الكمبيوتر. لانه معظم الناس او معظمنا عندنا الاجهزة بتاعتنا بتبقى امكاناتها متوسطة او ضعيفة. فبنحتاج اي عوامل مساعدة تسرع معانا لعبة او برنامج او اي حاجة بنستخدمها على الجهاز الكمبيوتر. ودي كانت نهاية الحلقة واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.